يا اهلا بكم في The Ultimate Filter Course مع محمد فاتحي من قناة كوتو ستارت وان شاء الله هنبدأ موديول جديد او شابتر جديد في جزء دارت هنتكلم فيه عن الفونكشنز والفونكشنز يا شباب مهم جدا جدا ان احنا نفهم يعني ايه فونكشن؟ الفونكشن مبدئيا يعني ايه فونكشن؟ تعريف الفونكشن الفونكشن هي عبارة عن مجموعة من الستيتمنت مجموعة من الاكواد حدف الاكواد ده ان هو ينفذ وظيفة ما ينفذ تسك ما ينفذ مهام ما يبقى مجموعة من الاكواد بتكتبها عشان تنفذ وظيفة اه ما طيب اه تعالوا كده نقول لو انا مسلا عند وظيفة بسيطة جدا انا مش هكتب كود معقد هعمل حاجة عشان تفهم بس لايه انا عاوز اقول ايه لو انا مسلا عاوز اجمع اه رقمين فعشان اجمع رقمين كتبت مسلا يعني الكلام ده مش حقيقي بس انا عشان ايه اوضح المفهوم كتبت اه مجموعة من الستيتمينت مسلا كتبت مجموعة اكواد من واحد لخمسة عشان اعمل وظيفة ما يعني ممكن تقول نجمع رقمين ممكن تسميها اي وظيفة ده يبقى انا عشان اعمل التسك ما تمام التسك ده عشان مسلا اخزم في او اقول اي بي اي واجيب داتا من اي بي اي عملت اعملت كتبت مجموعة اكواد المجموعة الاكواد دي من واحد الى خمسة لين مثلا يعني طيب اه الخمسة لين دول احتاجت ان انا اعملهم في مكان ما فبخضهم قبي واروح اكتبهم تاني يبقى انا بكتبهم في مكان تاني اهو او انا اكتبهم في مكان تاني برضو اه في جزء تاني. امسلا بعد đây مسلا ميمة سطر كود. طيب احتاجتهم مرة تالتة هكتبهم برضو في مكان تالت. هكتب الخمسة لين زوف كود بالشكل ده. طيب اللي انت عملت دلوقتي. انت عملت دبرanciات للكود. انت عملت تقرار للكود. تعالوا مع بعض المثال ده اللي انا عاوز اقوله. لو انا جيت هنا في الفي اس كود. وبقول مسلا ان انا عاوزة هله مسلا او عاوزة برينت برينت مسلا اه ده كلمة ده اديشن از وبعد كده بعمل مسلا برينت اتنين زائد تلاتة. يعني مسلا انا عاوز اجمع اهو. طيب انا هنا كتبتهم فلعملت ران هيتبع خمسة زائد ديشن از خمسة. تمام مفيش مشكلة اهو. هيقولك زائد ديشن از خمسة. طيب. لو انا احتاجت الكلام ده بعد ميت سطر كود. انا افترض ان انا هنا كاتب ميت لين اوف كود اهو. مثلا مية متين لينز اوف كود. واحتاجت الكلام ده مرة تانية. فاعملو هي. هكتبو مرة تانية. طيب احتاجتو مرة تالتة برضو بعد مسلا اربعمائة بعد سطر رقم اربعمائة لينز اوف آآ كود احتاج تكتبو مرة تاني فهكرره. فانت كده عامل للكود. دي اول نقطة. انت بزلت مجهود في كتابة الكود كم مرة? تلات مرات اربع مرات خمس مرات. دي اول نقطة. انما في النهاية هو شغال البروجرام شغال وهيطبع النتج اللي انت عاوزه اهو. طبع لك زائد ديشن خمسة زائد ديشن خمسة وهكذا. يبقى انت كده ماشي بمبدأ ومبدأ ده عكس مبدأ مهم جدا في البروجرامنج يا شباب لازم نمشي عليه. اللي هو مبدأ دراي. دراي برانسبل. دراي برانسبل بيقول ايه? بيقول ان انت دونت ربيت يورسيلف. وده من اهم مبادئ الكيلين كود. الجماعة اللي عاوزة تكتب او الناس اللي عاوزين يكتبوا كود كيلين يعني ريدابل يعني يبقى ماشي على العالم كله فهمه. العالم مش انت بس ولا الفريق التونسي ولا الفريق المصري ولا الفريق السعودي او ايا كان بقى الفريق العربي كله لا. احنا بديتكلم على عن طريقة في كتابة الكود العالم كله ماشي بيها. وبيقول لك يا دي تشتغل بالطريقة دي اه اللي هي لو لقيت واحد من العصر الفرعوني شغال هتلاقيه برضو كان بيحب يشتغل بالطريقة دي طبعا انا بهزره يعني. هتلاقيه ان هو ايه ان هو بيحب يشتغل بالطريقة اللي هو ايه اللي هو كيلين كود اللي هو ما يكررش. انما انت هنا لا انت كسر القعدة انت عمل تكرر 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 فده عيوبه ده عيوبه او من اه العيوب بتاعته جزئين او اه 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 عيوبين مهمين جدا. اول عيب ان انت بازلت موجود في كتابة الكود. افورت تبازل هنا وافورت تبازل هنا وافورت تبازل هنا ده اول حاجة. تاني حاجة بقى والاهم اما تحب تعدل هتعدل ازاي? هتقعد تتراك بقى التغيير يعني على سبيل المثال قعد هنا وارجع نراجع بقى احنا عاوزين نغير رجال رقم مسلا اه تلاتة نخليها رقم سبعة. مسلا. انا بديك مثال بسيط ان ما انت تخيل لو انت بتعمل بروجرام فعاليا هيبقى تغيير مسلا زي. جالك تغيير ان انت تغير رقم تلاتة الى رقم سبعة تغيره هنا وتدور بقى هو موجود فين تاني في الكود تقعد تلف بقى ما بين الاجواد. البرنامج هيبقى رهيب في كتابة الكود منك. ازاي تتراك الكلام ده? مستحيل. يعني انت بتتكلم في حاجة صعبة جدا. جدا وتقعد تغير كمان هنا. يبقى ده ده الاهم معيب ان انت لو حصل تغيير. هتقعد تتراك في كل حتة وتقعد تتغير هنا وهنا 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 وبكده اه الدنيا هتبقى يعني صعبة جدا جدا لان انت مش ماشي بمبدأ الايه? بمبدأ فالفنكشن الفنكشنز دي احنا نسميها مثل بعد كده بس انت سميها دلوقت. الفنكشن هي اهم او من اهم المبادئ عشان تبدأ تكتب ان هي مبدأ الدراي. والدراي ده بيحققوا حاجات كتيرة بس منها الفنكشن. فالفنكشن هنا بتقول لك ايه? تمام? اه طيب بقى يا شباب هنكتبها ازاي? تعالوا نحول هنا. نحول بقى الكلام بتاعنا ازاي? باجي هنا بعد او قبل المين? ده الفنكشن الرئيسية. وبعمل الفنكشن. طيب الفنكشن بتبدأ تكتب ازاي? اول حاجة بيبقى ليها حاجة اسمها هي هي هلحτέ هترجع به. كتبتفاكري انت الجهاز او اللي كانت بتعمل عصير كانت بتاخد اموت وبترجع بحاجة بترجع بالعصير وهو ده الاتالي يقبى اي نوع بقى من انواع الdasراه اللي احنا شرحناها. ممكن يكون اه ممكن يكون ممكن يكون اه ممكن يكون ممكن يكون مثل الملم، ممكن يكون اي حاجة اي ده طيب. طيب وملetical يكون مفيش نوع معين. انا مش يعني الفنكشن دي مش هترجع بحاجة. هي بتاخد بتشتغل وخلاص. يعني اه بتاخد هتلون مسلا حاجة تاخد بتاعها فتخرج بمش هتخرج بقى احنا عايزون نقول لنا ايه بتعمل داخلية عملية داخلية وخلاص. مفيش ناتج بيرجع منها. اه فبالتالي مسلا زي هي بتجمع بتطبع بتطبع رقمين زي اللي ما احنا بنعملها دلوقتي. فالفنكشن بتاعتنا دي مش مش هترجع بناتج الجامعة رقمين. لا ده هي هنسميها مثلا. اه هقول له هنا مثلا. اه لو ما فيش طيب هقول له او منكو ده سبع فاضية. هسميها اد. خلي بالك في التسمية انا مسمي ايه? وبعمل الكيرل بريس. وبعد كده بافتح الكيرل بريس وهنتكلم هنا على البرامترز. وبعد كده بافتح الكيرل بريس واقفل الكيرل بريس. ده بنسميه الكيرل بريس يا شباب بنسميه فانكشن بضي اللي هو هتلاقيه هنا. هده الكيرل بريس موجود والكيرل بريس مفتوح. ده بنسميه الفانكشن بضي لو رجعنا كده تاني. هنلاقي هنا النامنج بقى. تسمية النامنج ازاي? احنا ماشيين على القامل كيس نوتيشن يا شباب. لحد دلوقتي بنتكلم على القامل كيس نوتيشن اللي هي بنسميها النامن كونفينشن. يا ريت تمشي. كونفينشن يعني العرفة في التسمية. العالم كله بيسمي الفانكشن ازاي? زي ما قلنا لو واحد شغال من ايام العصر الفرعون كان بيسمي الفانكشن ازاي? رجل ماشي على الكونفينشن. فبيبدأ باول حرف زي ما انت شايف سمول طب لو هي كانت اكتر من كلمة. اول حرفة في كل كلمة بعد كده بيكون كابيتل مسلا انا عايز اقول له. ما ينفحش اقول له كده تو. هي شغالة. بس العالم كل هيقول لك ايه ده? انت ازاي تكتب كده? لا بتكتب كده. اتو نمبر. مسلا اتو نمبر. تمام? يبقى دي فانكشن. هتاخد برامتر? اه لو انت عاوز تبعط برامتر هنتكلم عن البرامتر هنا فيما بعد بس هنقول دلوقت ان دي فانكشن مش هتاخد اي حاجة واسمها اد بس كده. طيب الفانكشن دي لو هترجع هنا ممكن ترجع لو هي هترجع بناتج جامعة الرقمين. يبقى هترجع بناتج مش هتطبع لقد هترجع بناتج جامعة الرقمين. يبقى الريتر انت. انما انا هنا بقول له مش هترجع بحاجة هي هتطبع بس فاقول له فويد. طيب وهجي واخد الاكواد هنا يا شباب اخدها قط من هنا. كنترول اكس واضفها هنا. تمام بالشكل ده. ونعمل سيف عشان يقوتو فورمات ونلغي بقى الاي كله ده. تمام بس هسيب بس الايه الميت لينز اف كود دول موجودين عشان يبقى تسكار لينا واحنا شغالين. هلغي ده كده? تمام. يبقى انا كده عملت اهين? اللي انت عملته دلوقتي انت عملت فونكشن. عملت فونكشن. جمعت المجموعة من الستيتمنت. اللي لهم علاقة ببعض جمعتهم في ايه? في فونكشن. ده بنسميه الفونكشن ديكلاريشن. فونكشن ديكلاريشن. ونقدر بقى اعمل كولينج ازاي? اجي هنا اعمل كولينج. لو انا عاوز اعمل كولينج. انادي على قاد. اهي. كده قدرت الاد على قاد مرة واحدة بس. يبقى ده بنسميها فونكشن كولينج. فونكشن كولينج. طب لو عملت رانا يا شباب لاحز. هيطبع يدينا ايه? يدينا تسعة. فعلا ايه? اتنين وسبعة تسعة. انت استخدمتها كم مرة? مرة واحدة. طب لو عاوز تستخدمها هنا بعد ميت لاينوف كود. هتنادي برضو على قاد. تمام? طب كده يبقى انت استخدمتها مرتين فهتطبع مرتين وهكذا بقى. طب عاوز هنا مسلا بعد ربعمائة سطر كود هتنادي برضو على 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 تشتغل فيديك الناتج. لو عملت هيدينا الناتج بالشكل ده. يبقى ده هنا ايه باختصار جدا هو اه الفونكشن وان احنا عملنا لأكتر من اه من اكتر من المكان. طب هستفيد ايه? استفدت ايه من كده? استفدت ان انا ماشي بمبدأ الدراج. فانا ما بكررش يا جماعة نفس ما بكررش الكود بتاعي. طيب اه استفدنا من كده ايه? ان المجهود الكتب مرة واحدة اهو. في مجهودة بازل مرة واحدة. اه كمان لو حبيت اغير هغير هنا بس. اخلي دي مسلا تلاتة. لو انا عاوز اغير رقم تلاتة. اتنين اخليها تلاتة. فهغير مرة واحدة بس. فلو عملت رن هتلاقي ان الدنيا تمام التغيير حصل في مكان واحد. وسمع في جميعها الاماكن بدون ما ايه معه ده اغير في كل الاماكن. هو ده باختصار جدا. ازاي يعني ايه فونكوشن? واعرفنا يعني ايه فونكوشن باختصار. ويعني ايه وده من اهم من اهم عناصر او من اهم مبادئ الكيلين كود. المحاضرة الجاية ان شاء الله نتكلم عنه عشان الفيديو بقى صغير. الانوتومي اف دارة فونكوشن. يعني ازاي يعني اخدنا مقطع او خدنا اه تشريح للفونكوشن هتبقى عبارة عن ايه. هو ده اللي هنتكلم عليه. محتاجين تقييمك للكورسة يا شباب. ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة قادمة.